واخدها عفيا وقوة الفتوة واحدة من أقدم المهن في التاريخ إلى جانب النجارة وبعض المهن الأخرى هي مهنة وفن الخوص جريد النخل وأوراق أشجار الموز والسعف هي المكونات الأشهر للمشغولات النتجة عن فص الخوص خفيف، متين، وكان موجود منه قطع في كل بيت وكان الخوص بيتعمل من العصر للمغرب في ساحة البيوت يتجمع أفراد العيلة ويتشاركوا صناعة المشغولات بعد ما كان بيبقى فيه حد بيعد عليهم بيت بيت يعمل لهم ويمشي علشان كل بيت يعمل شغله بنفسه اللي بيعمله سبت عيش واللي بيعمله سبت غسيل وثبت بحبل ينزلوه من البلكونات وغيرها حاجات كتير مختلفة متنوعة بتتعمل من الخوص هل حد فيكم افتقر قطعة في بيته او بتعلته من الخوص الفتوة يلي انت عمل الفتوة